الفضاء الأمريكية ناسا أن التليسكوب الفضائي كيبلر رصد أحد عشر نظاما شمسيا جديدا يضم أحدها خمسة كواكب تدور حول نجم رئيسي وقال العلماء أن هذا الاكتشاف يرفع قائمة الكواكب الشمسية المكتشفة إلى 729 من بينها 60 اكتشفها التليسكوب كيبلر منذ إطلاقه إلى الفضاء في مارس عام 2009 صيد جديد التقطته عدسات تليسكوب الفضاء كيبلر أحد عشر نظاما شمسيا جديدا علماء ناسا قالوا إنه الاكتشاف الأكبر لتليسكوب كيبلر منذ إطلاقه إلى الفضاء عام 2009 وإنهم تمكنوا من رصد الكواكب السيارة بفضل تسجيل التليسكوب فترات خفوت منتظمة في الضوء المنبعث من النجوم فريق التليسكوب كيبلر أضافوا أن أحد النظم الشمسية المكتشفة يضم خمسة كواكب تدور حول نجم أطلق عليه اسم كيبلر 33 وتمكنوا من تحديد كوكبين من كل نظام شمسي مكتشف من أصل 9 وكوكب واحد في النظام الشمسي المتبقي وبهذا يرتفع عدد الأنظمة الشمسية المكتشفة بشكل مؤكد إلى 729 من بينها 60 كوكبا اكتشفها كيبلر العلماء قالوا إن أي من النظم الشمسية المكتشفة لا تشبه نظامنا الشمسي لكنهم أشاروا إلى أن النجم كيبلر 33 هو الأكثر شبها بشمسنا رغم أنه أكبر وأقدم منها وأن كواكبه الخمسة تدور في مدارات أقصر من مدار المريخ حول الشمس ويزيد قطرها عن قطر الأرض ما بين مرة ونصف وخمس مرات فريق كيبلر لم يتمكن بعد من معرفة ما إذا كانت بيئة هذه الكواكب صخرية كالأرض أو مملوئة بالغازات كالمشتري وزحل لكنه أشار إلى أن الكواكب المكتشفة الجديدة وعددها 26 تدور في مدارات أقرب إلى نجومها من كوكب الزهر إلى الشمس وأن ارتفاع عدد هذه المكتشفات دفع علماء مركز بحوث ناسا أمس في موفيت فيلد بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى النظر إليها على أنها نظم كوكبية سيارة والسعي إلى معرفة ما هي نظمها الشمسية ويعكف فريق كيبلر حاليا على التأكد من وجود أكثر من ألفي كوكب من بين 150 ألفا يرصدها تيليسكوب كيبلر في تجمعات نجوم سيغنس وليرة ينضم إلينا من بيروت الأستاذ مجدي سعد رئيس تحرير مجلة علم وعالم أستاذ مجدي كثرة أفلام الخيال العلمي التي نتعرض لها جعلت في أذهان كثير مننا هذا السؤال هل من حياة على كواكب أو مجرات أو مجموعات شمسية أخرى في هذا الكون هل يساهم هذا الاكتشاف الأخير لوكالة الفضاء الأمريكية في الإجابة عن هذا السؤال طبعا هذا السؤال مهم وهذا السؤال قد بدأ العلماء يحصلون على جواب له لكنه جواب تدريجي بمعنى إذا أردت أن تعرف إذا كان هناك حياة تبحث عن الماء هل يوجد ماء في الفضاء نعم يوجد في الصدم حيث تتشكل النجوم الجديدة حيث تتشكل الكواكب يوجد ماء أيضا في المذنبات يوجد ماء في الأقمار وهذا الأمر أصبح محسوما إذا أردنا أن ننتقل إلى جزء الثاني من الجواب هل يوجد مواد عضوية في الفضاء الجواب هو أيضا نعم يوجد مواد عضوية يوجد أحماض أمينية يوجد سكريات وغيرها من الجزئات الأساسية للحياة الآن هل ستجتمع كل هذه المكونات لتنشأ حياة على كوكب يبقى هنا السؤال الافتراضي الجواب عليه سيتحقق في السنوات القليلة المقبلة يتأسس الجواب المستقبلي على ما حققه كابلر اليوم بمعنى الكواكب التي رصدها كابلر سيتم التدقيق بها في السنوات القليلة المقبلة بمهمات أخرى تأتي بعد كابلر مثل الباحث عن الكواكب الصخرية تيرستريل بلانت فايندر وهي مهمة ستكلف ناسا كثيرا مهمة أمريكية هناك مهمة أوروبية دون أو عفوا داروين وهي أيضا ستبحث عن الكواكب الصخرية أستاذ مجدي ما فهمته من كلامك أن المكونات اللازمة لنشوء حياة ولو حتى حياة بدائية ولو حياة غير عاقلة موجودة في أماكن أخرى من هذا الكون لكن تبقى الظروف التي تؤسس لوجود هذا النوع من الحياة هل هناك ظروف مواتية في أي من الكواكب المكتشفة أو الأنظمة الشمسية المكتشفة؟ سؤال مهم استطاع كابلر أن يؤكد وجود 2326 كوكب الآن هذه الكواكب هي كواكب مرشحة بمعنى تحتاج بيكلات الفضاء ومراكز الأبحاث إلى إجراء تدقيق بالمراسد الأرضية وبتلسكوب سبيتزر الذي يستخدم أشعر المدونة الحمراء لتأكيد وجودها لماذا؟ لأن هناك حوالي 48 كوكب مرشحة أن يكون عليها حياة لأنها تبعد عن النجم الأم ما يكفي من مسافة لإبقاء الماء سائلا على سطحها هل هناك ماء؟ هذا جواب يحتاج إلى مزيد من التلسكوبات والمراقب الفلكية المقبلة في السنوات القليلة المقبلة إذا تطرقنا إلى هذا الاكتشاف وحاولنا تقييمه هل هو من النوع الروتيني الذي يتكرر كل عام بين الفينة والأخرى أم أنه اكتشاف ذو أهمية؟ هو مهم جدا لأنه يقول لنا أن نسبة الأنظمة الشمسية في المجرة هي نسبة كبيرة وكبيرة جدا وهذا يقودنا لتأمل ما يتوقع العلماء عن الكواكب في المجرة فهم يتوقعون وجود مئات مليارات الكواكب من بينها خمسين مليار كوكب قد تشبه كوكب الأرض في مجرة درب اللبانة فقط أما في الكون نتحدث عن مئات مليارات المجرات وبالتالي عدد خيال من الكواكب التي قد تكون تشبه كوكب الأرض سيد مجدي في الحقيقة هذه الأرقام الفلكية تصيب المرء بالدوار أشكرك شكرا جزيلا لسيد مجدي سعد رئيس تحرير مجلة علم وعالم على هذه المشاركة اشتركوا في القناة